فخلينا الكلمة سهام إن كل دوت ما بيصارش للعيبة النادي الأهلي فلان ميشي ده أنت هتقعد لأنت هتمشي كل دوت أعتقد ما بيأصارش بشكل مباشر لكن من واجبنا إن إحنا ننوي على الكلام دوت نحن ننوي في السوشال ميديا بس آآ بالزبط خلينا أقولك إن فعلا يعني الصفقات النادي الأهلي دايما الصفقات بتمر بمراحل معينة احتياجات مدير فني احتياجات الفريق قدرة النادي الأهلي على استقضام لعيب عنده شخصية النادي الأهلي وتلاقم مع شخصية النادي الأهلي ومع فنيات اللي بيطلبها المسلماني كل ده بيتحط تحت محور واحد إن فيه صفقة إن شاء الله النادي الأهلي هيجيبها يبقى بنستنى بنتكلم عليها بعد النادي الأهلي ما يعلن هذه الصفقة ما يعلن عنها كلام مظبوط جدا ويمكن حضراتكم دلوقتي عارفين إنه أهم حاجة في النادي الأهلي النهاردة بالنسبة اللي لعبتنا إنهم مركزين في شغلهم اللي جاي والنادي الأهلي بصفة عامة مركز في شغله بس وفي المباراة المهمة اللي يمكن يعني باستثناء يمكن الفترة اللي جاية الحقيقة إنه الأهلي قبل مباراة الزمالك هيكون عنده مباراة مهمة جدا كمان يوم السبت قدام أبو إير هيتكون في دور التمانية لبطولة كاس مصر النهاردة اتحاد الكورة بيعلن رسميا إن المباراة دي هتكون يوم السبت على ملعب برج العرب الساعة خمسة وفي نفس الوقت ده أو في نفس اليوم هيلعب الزمالك قدام النادي مصر على استاد السويس الجديد الساعة تمانية وبكده اتحاد الكورة زي ما قلنا من كام يوم بيحسم يعني القيل والقال في الموضوع ده وكلمة شمعنا اللي كانت ممكن تظهر عشان ما حدش يقول آه ده الفريق ده لعب قابلي لا 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 ده الفريق ده جي بعدي مفيش الكلام ده النهاردة قفلنا على النغمة دي نغمة دي قفلها أو حسمها النهاردة اتحاد الكورة رسميا كمان النهاردة للتحاد حدد مواعيد دور الأربعة للمسابة وقال انه الفائز ان شاء الله من مباراة الزمالك مع نادي مصر هيلاعب طلاقع الجيش في نص النهائي على استاد برج العرب ده يوم واحد ديسمبر شهر الجاي ان شاء الله برضه هيكون موعدة الساعة خمسة والفائز من الأهلي وبقير هيلاعب للتحاد السكندري هيكون ده ان شاء الله في استاد السويس في نفس اليوم برضه توقيتها تقريبا الساعة تمانية مساء وحدد يوم خمسة الشهر الجاي موعدا للمباراة النهائية في استاد القاهرة وهذه هتكون برضه الساعة خمسة مساء ده كان مهم جدا ان الجدول ينزل بشكل مباشر وشكل رسمي وبدري شوي وبدري عشان كمان على مستوى الأجهزة الفنية بتجهز للمباراة اللي احنا عارفين مباراة الكاس مباراة مهمة دي بطولة كبيرة والنادي الأهل ان شاء الله يعني مصمم على السلسية خدنا الدوري وان شاء الله كاس يعني يحصن بشكل كبير والبطولة الأفريقية ان شاء الله